موسيقى من استيديو الأخبار نحيكم مشاهدين أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري وتتابعون فيه بعد لحظات وزير الصحة يؤكد خطورة الوضع الوبائي وإمكانية المرور إلى موجة رابعة بعد تسجيل إصابتين بسلالة الجنوب الأفريقية تفعيلاً للحجر الصحي الشامل وزارة تجارة وتنمية تصادرات والنقل واللوجيستيك تتخذ إجراءات وترتبات خاصة بهذا الظرف الاستثمائي موسيقى إصابة عشرات الفلسطينيين في صدمات عنيفة مع شرطة المحتل الإسرائيلي في القدس ودعوات إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي موسيقى مرحباً مجدداً أكد وزير صحة فوزي المهدي اكتشاف حالتين من السلالة الجنوب الأفريقية بتونس مشيراً إلى أنه يتم التقصي بالنسبة للمخالطين لهاتين الحالتين كان ذلك خلال إشرافه على وصول كمية جديدة من مادة الأكسجين إلى الميناء التجاري بيرادس في وقت تشهد فيه المنظومة الصحية ضغطاً على أقسام الإنعاش وطلباً متزايداً على مادة الأكسجين كمية جديدة من هذه المادة وصلت إلى الميناء التجاري بيرادس كمية أكد وزير الصحة فوزي مهدي أنها ستساهم في دعم المخزون الوطني من هذه المادة كمية كبيرة من الأكسجين كما الأكتيفلو كما السيباب هذوم يستهلوا كمية كبيرة مما نقص في مخزون الوطني من الأكسجين هكذا الشركات التي تعمل في المجال هذي عنا زوج الشركات في تونس يستحقوا توريد قاعدين يوردوا حوالي في عشرين يظل في الثلاثين سهريش كما هذي شهرياً هذا مشي يغطي النقص الحاصر نحن حاجاتنا حالية مئة وسبعين ألف لتر أكسجين يومياً بينما منتوجنا الوطني مئة ألف فقط نستوردوا يومياً سبعين ألف لتر أكسجين كما حذر وزير الصحة من إمكانية أن تشهد بلادنا موجة رابعة في حال تواصل الاستهتار وعدم الالتزام بقرارات اللجنة الوطنية لمجابهة فيروسي كورونا معلناً عن اكتشاف السلالة الجنوب إفريقية بتونس نتحمل مسؤولياتنا خطر الوضع قطير كان لقدر الله نواصله في التهاور هذا بعد أسبوعين ثلاثة مش نجمل نمشيوا لموجة رابعة احنا قبل قلنا ثم موجة ثالثة ثم مخاطر موجة رابعة علماً أن التحالي الحالية أثبت دخول السلالة الجنوب إفريقية إلى تونس احنا قاعدين نتقصوا في الموضوع وعن نزوز حالات مكتشفين حالياً واحد جاء من بورندي للعب كورو الطائرة وروحه واحد تونس قاعدين نتقصوا في الحالات المحيطة بها تأكدين منها معنات الحالات ولا تسعين في المئة وتفادياً لإنهاك المنظومة الصحية يبقى التصدي لفيروس كورونا مسؤولية مشتركة لتجنب موجة رابعة قد تزيد الوضع الوبائي تعقيداً وفق بلاغ محين صادر أمس سبت عن وزارة صحة تم تسجيل بتاريخ السابع من ماي الجاري 73 حالة وفاة و1276 إصابة جديدة من مجموع 6016 تحليلاً مخبرياً ليرتفع بذلك إجمالي الوفاية بالفيروس إلى نحو 11350 حالة وفاة فيما بلغ إجمالي الإصابات 3019 و512 إصابة إذن تفعيلاً للحجر الصحية الشامل الذي انطلق منذ قليل أي مع منتصف هذه الليلة ويتواصل حتى فجر السابع عشر من ماي الجاري أقرت وزارة التجارة وتنمية الصادرات والنقل واللوجيستيك إجراءات وترتيبات خاصة بهذا الظرف الاستثنائي المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة والصغرى باستثناء أرويقتها الخاصة بتجارة المواد غير الغذائية ستفتح أبوابها للمستهلكين خلال الحجر الصحي الشامل وفق تعديل أدخلته الحكومة بعد قرارها الأول غلقها كما جاء في بلاغ عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات محلات تجارة المواد الغذائية بأنواعها من مخابز ومحلات بيع خذر وغلال وأسماك ولحوم ودواجن ومشتقاتها ومواد غذائية عامة ومرطبات وحلويات وأسواق الجملة الخاصة بالخذر والغلال والأسماك ومحلات بيع المواد الصحية والخاصة بالتنظيف مستثنات من الغلق خلال الحجر الشامل حتى يتسنى للمواطنين شراء حجياتهم منها وقد جاء في بلاغ وزارة التجارة التوضيحياً المؤسسات الاقتصادية التي ستظل تعمل أيضاً هي المؤسسات المصدرة والموردة ووحدات الصنع والتكرير والتحويل والخزن ذات العلاقة بها وقد ضبطت فيها الوزارة قائمة متوفرة عبر صفحتها على الفيسبوك المتعاملون الاقتصاديون والناشطون في مجالات التزويد والتزود والتصدير والتوريد جميعاً مستثنون من منع الجولان والتنقل كما يسمح بإيصال الطلبيات بأنواعها إلى المواطنين وفق بلاغ وزارة التجارة وتنمية الصادرة وزارة النقل واللوجيستيك دعت في سياق متصل شركات النقل العمومية لاتخاذ ما يتعين من إجراءات لاحتواء طلبات المواطنين من خدمات النقل بين المدن استثنائياً اليوم السبت الثامن من ماي على أن يتوقف النشاط بداية من الغد شركة نقل تونس وضعت هي الأخرى برمجة جديدة بداية من يوم الأحدى تسع من ماي وحتى نهاية الحجر الشامل وأكدت أن امتطاء العربات سيقتصر على حميري ترخيص التنقل دعية إلى ضرورة ارتداء الأقنع الواقية قبل دخول الفضاءات المخصصة للمسافرين ومختلف وسائل النقل شركة سيكاك الحديدية الوطنية برمجت قطاراً كل ساعة على خط ضاحية الجنوبية من محطة تونس في اتجاه محطة الرياض ومن محطة الرياض في اتجاه العاصمة ووثحت أن أول سفرة صباحية تنطلق السادسة وأخر سفرة مسائية تنطلق الخامسة في الاتجاهين وقد علقت الشركة عمل قطارات الخطوط البعيدة في لفتة خاصة نظمت جماعية أمنية تظاهر السنوية الخيرية لفائدة الأطفال المقيمين وغير المقيمين بقسم الأمراض السرطانية بمستشفى البشير حمزة للأطفال بالعاصمة كما أدى كلنا من وزير الصحة ووزيرة المرأة والأسرة والطفولة والكبار السنة زيارة إلى هذا القسم نتابع أدخلت الفرحة عليهم ورفعت معنويتهم وعائلتهم تلك الهدايا التي قدمتها لهم جماعية أمنيتي هم مجموعة من الأطفال المقيمين وغير المقيمين بقسم الأمراض السرطانية بمستشفى البشير حمزة للأطفال نحس كأنني رتحتنا نحس فرحة قلش عليهم الدار الجامعية فرحتنا فرحت ولداتنا ربي بير كلهم ويرحم والديهم وهما في حاجة ميسة لهذا الأمل الصغير اللي يجيهم معنتها في وقت صعيب وقت جائحة كورونا وقت مرض وقت علاج طويل ووقت الحاجة زيارة الأطفال المرضى في هذا القسم وتقديم هدايا ومساعدات مالية تأتي في إطار المبادرة السنوية لجمعية أمنيتي والتي تتطم تحت اسم ليلة القدر أطفال اللي رقدين في مستشفى بشير حمزة جايين من جهات البعيدة وكلهم في حاجة ميسة للمساعدة المالية أحنا الحقيقة في وسط العام نساعدوهم بالحوالية نبعتولهم ليلة القدر هي ليلة خاصة أحنا زي دامة ننسيوش على أبواب الأيد فالمساعدة هذه تمكنهم سيعمل تنقل والتاني حاجة تمكنهم بشي فرحوا كما أي ولاية صغير وقد أدى كل من وزيري الصحافة وزي المهدي والمرأة والأسرة وطفولة وكبار السن إيمان الزهواني ويملة زيارة إلى هذا القسم من المستشفى حبينا نرافق جمعية أمنيتي لمستشفى الأطفال بشير حمزة في تونس وحبينا نفرح الصغيرات اللي هم من جموش روحوا في العيد معاهم مرافقتهم أمهاتهم تم تقديم هدايا حكينا معاهم حاولنا نرفع عليهم شوية جينا زي دا بش نكرموا المشرفات والمشرفين على الأطفال هذو ما للجيش الأبيض المجتمع المدني من الأول جيحة كان عنده دور كبير وما كنا بصراحة بفضل تطوع وفضل تبرعات والكل مش نقاوم الجيحة بأسهل التربط نعليه جينا في وسط الجيحة مش ما ننساوش المرضى الأخرى الجيحة في تونس نسيت ممكن تحب تنسينا في المرضى بسرطان مرضى بأمراض مزمنة هذه من ننزمش نساوهم احنا نخدم الواجهتين الواجهة مجابهة كورونا وواجهة زادة مجابهة الأمراض خاصة أمراض السرطان مجهودة الدولة في الإحاطة الصحية بهذه الفئة من الأطفال ستطلب معابدة مجتمع مدنية لتخفيف آلمهم ورفع معنوياتهم أدانت رئاسة مجلس نواب الشعب بشدة انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي المتكررة في حق أهالي حي الشيخ جراحة وأحياء حول مدينة القدس ووصفت رئاسة البرلمان في بيان أصدرته مساء أمس السبت ما أقدم عليه الاحتلال الإسرائيلي بعمليات التهجير المتعمدة وتوسع الاستيطاني التي تتنافى مع جميع المواثيق والقوانين والأعراف الدولية ودعت رئاسة مجلس نواب الشعب البرلمان العربي واتحاد البرلمانات العربية لعقد جلسة طارئة لبحث السبل الكفيلة بتعزيز التضامن مع الشعب الفلسطيني كما جددت في ذات البيان دعوتها لجميع البرلمانات العربية والإسلامية والدولية للوقوف مع الشعب الفلسطيني والأهالي العزل في بيت جراح والقدس الشريفة من أجل حقهم في أرضهم ووطنهم وإيقامة شعائرهم في أمن وتمأنين ودعت أيضا الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم إلى نجدة الفلسطينيين والبحث عن كل السبل الممكنة للتضامن مع قضاياها العادلة وفي سياق المتصل أدانت أيضا تونس بشدة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلية لبحاث المسجد الأقصى ومهاجمتها للموصلين الفلسطينيين العزل وضف بيان صادر اليوم عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج أن تونس تجدد دعوتها للمجتمع الدولي للتسريع بتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطرة البيان الذي صدر أمس دعا أيضا قوات الاحتلال إلى الانصياع لقرارات الشرعية الدولية وإعادة الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني هذا وقد حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس الحكومة الإسرائيلية المسؤولية كاملة عما يجري في القدس من اعتداءات إسرائيلية على الشعب الفلسطيني والمقدسات ودعا مجلس الأمن الدولية إلى عقد جلسة عاجلة لحماية الشعب الفلسطيني إثرى تصعود واتيلة الاعتداءات على مدينة القدس المحتلة وإصابة ما يزيد عن مئتي فلسطيني في صدامات عنيفة جدت ليلة أمس مع شلطة المحتل الإسرائيلية طالبت فلسطين مجلس الأمن الدولي ومنظمة اليونسكو بتحمل مسؤولياتهما تجاه ما يجري في المسجد الأقصى واعتبرت أن تخلي المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة عن مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية يشجع الاحتلال على التمادي في استهداف المسجد الأقصى كما حمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس حكومة المحتل الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ما يجري في المدينة المقدسة من تطورات خطيرة واعتداءات وصفها بالآثمة وما يترطب على ذلك من تدعيات داعيا إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي بشأن هذه الاعتداءات المتكررة أما البرلمان العربي فقد استنكر قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى والاعتداء على المصلين معربا عن رفضه القاطع لاستمرار ممارسات سلطات الاحتلال التي تعد انتهاكا صارخا لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني ومن جانبه دعا الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل عاجل لخفض التوتر في القدس المحتلة بعد المواجهات العنيفة بين الفلسطينيين والشرطة الإسرائيلية يأتي ذلك بعد أن اقتحمت عناصر شلطة المحتلة الإسرائيلية بحاة المسجد الأقصى ليلة أمس عقب انتهاء صالة المغرب وأغلقت كل الطرق المؤدية إلى المسجد لمنع الفلسطينيين من إقامة صالة العيشاء والتراويح فيها عودة لشأن الوطني مع الرياضة إذ تقام اليوم الأحد منافسات الجولة الخامسة والعشرين من بطولة الرابط المحترفة الأولى لكرة القدمة انطلاقا من الساعة الواحدة والنصف ذهرا إذ يستضيف النادي البنزرتي التراجي الرياضي ويلاقي اتحاد بنغردان النجم السحلي ويباري نجم المتلوي الاتحاد المونستيري فيما يواجه اتحاد تطوين الملعب التونسي ويستقبل النادي الإفريقي الأولمبي الباجي وينزل مستقبل الرجيش ضيفا على مستقبل اسليمان ويباري النادي سفيقسي الشبيبة القيروانية إذن هذا كل ما لدينا مشاهدين نذكركم بعنوين النشرة وزير الصحة يؤكد خطورة الوضع الوبئي وإمكانية المرور إلى موجة رابعة بعد تجزيل إصابتين بالسلالة الجنوب إفريقية تفعيلا للحجر الصحي الشامل وزارة التجارة وتنمية الصادرات والنقل واللوجستيك تتخذ إجراءات وترتيبات خاصة بهذا الظرف الاستثنائية إصابة عشرات الفلسطينيين في صدمات عنفة مع شرطة المحتل الإسرائيلي في القدس ودعوات إلى عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولية بإمكانكم دائما مشاهدين متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزاءات تونسية تونسية تيفي نقطتين إلى أن نلتقي ضمطم بألف خير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر